ما اخذها منك اخذها من الشيوخي ليش اخذها منك انت عاجز ان تقسل مؤخرتك احداشر مرة في ليلة وحدة بغسل واحد يعني كان يتحول الى سردينة المسكين يعني عليه الصلاة والسلام لا انت لا تقارن بمحمد عليه الصلاة والسلام انا طبعا ما اقارن به انت انسان ضعيف مسكين عندك نقص جنسي واضح 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 يعني تؤول تؤول عليه لا مو اول مو اول النبي محمد كان يطوف على احداشر مرة في ليلة وحدة انت مش مش مشكلتي انه انتو ما عندكم معلومات في دينكم انو خجلانين من فعل نبيكم المخزي عرفت كيف؟ انا مش ذنبي انو انتو لما بتحاولوا تدافعون عن نبيكم لازم تتهجمون على انسان اخر انا ما جبت كلام من راسي ولا كلام من جيبي انا بقول لك اللي موجود في صحيح بخاري واللي موجود في صحيح مسلم واللي موجود عند اصحاب السنن واللي قاله علماؤكم اكتب الان في القوجل اذا انت صادق اكتب يا ابو خالو اكتب اكتب شوف قول محمد صلى الله عليه وسلم ويعني هل كان يطوف على نسائه في ليلة واحدة؟ ستجد العجب العجاب ستجد ان النبي محمد كان يتحول الى سردينة في اخر الليل يا عيني الله يكون بقوة وكان عظيم صراحة النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان رجل عظيم من اللي يقدر انه يطوف على 11 وحدة في نفس الليلة ما في حدا كان يعملها صراحة يعني الان انت مثلا جيب لي اقوى رجل جنسيا في العالم يقدر كل يوم كل يوم كل يوم ينام مع 11 وحدة حتى اللي عندها حيض ما كان يعتقوا سبحانه يعني صلى الله عليه وسلم يعني حتى اللي كانت عندها حيض هذه المسكينة الطفلة تذكر الطفلة زوجة الصغيرة الكاتكوتة هذه عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين رضوان الله عليها كان حتى هذه ما كان يعتقها وهي عندها حيض يعني فحتى هي كشفته يعني في يوم من الايام قال يعني كان بيجي يأمرني ان يأتزر تصور نبي بيأمر طفلة انها تتزر عشان يمارس معها الجنس لما لما تكون عندها الدورة الشهرية انت مستوعب كمية القباحة اللي عندكم مستوعب انت نبيه شو كان بيعمل مش انا هذا الكلام مش لانه انا عندي نحوقدة نقص ولكن لانه انت عندكم قذارة النبي الذي مفروض انه يكون اطهر البشر يعلمكم على اقدر الامور هذه البنية اللي كانت عندها الحيضة اللي ما تعرف تتوجع بطها تتوجع يعني بتكون عندها الصعوبة تكون عندها الصداعي يكون عندها مشاكل في منطقة الراحم كذا لا النبي محمد ما كان يعتقى كلية لكلية رغبنا عنده نسوات ثانية سبحان الله يعني لذلك يا وينك يا محمد لذلك انت يعني كنت مضطر انك انت تتقبل هذا الكلام مو كلامي كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الصحة تكلمت تكلمت اللي عندك اه اذا شخصانت راح انا ازلات فضفضت هم